وينضم إلينا من رام الله دكتور رمزي عودة مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي مرحبا بحضرتك يا دكتور معانا على شاشة القاهرة الإخبارية إذن الحديث اليوم عن ربما احتمال لصفقة جديدة الدخول في هدن جديدة ومحاولة أيضا لتبادل المحتجزين الموجودين بين الفصائل الفلسطينية وأيضا الجيش الإسرائيلي لما في هذا التوقيت ما الذي نفهمه يعني من الحديث عن هذه اللصفقة الجديدة الآن هل نضغت الظروف على الأرض هل فرض الواقع ربما العسكري والميداني على إسرائيل العودة إلى هذه المفاوضات أم أن الجهود المصرية القطرية المستمرة هي التي ضغطت وأخيرا أيضا ربما نستطيع القول بأن الداخل الإسرائيلي يعني يضغط والحكومة استقابت أي من هذه الأمور الثلاثة كان وراء الحديث من جديد عن صفقة مساء الخير لك أيها الأخوة والمشاهدين يعني بداية الصفقة التي تم البحث فيها في فترة حالية هي ليست كصفقة المدنيين في صفقة المدنيين كانت حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يعني تريد أن تكسب بعض الوقت لكن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار وعدوانه بعد انتهاء الهدنة وفشل مفاوضات تمديدها يعني أدى لضغط كبير على المقاومة الفلسطينية اليوم أي صفقة تتحدث من إفراج يعني بالضبط أو لا تمثل مصالح حماس إذا استمرت إسرائيل بقرارها بأنها تريد أن تفكيك حماس والقواء وخوات المقاومة الفلسطينية ومعنى أرسال هذه الصفقة لن تكون أو لن تتم إلا بإطار سياسي إلا بصفقة سياسية وأعتقد الملقطريين انتحدثوا قبل أدت أيام وقالوا هناك جهود حديثة لعمل هدنة دائم وأيضا الجهود المصرية واضحة في هذا المجال أنه بمعنى الصفقة تكون جزء من سياق سياسي سياق سياسي يؤدي إلى وقت دائم للعدوان أما بدون ذلك فلن يكون لما صحبهم ينسل إفراج عن المتجزين أواصر إسرائيلي إلا أن بعد هذه الصفقة ستستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدوانها احتلالها مناطق فلسطينية وأنتم رأيتم اليوم هم في ثاني يونس ونتوقع أن يذهب إلى رفح بعد إنهار ثاني يونس إذا هذا ضغط كبير هم قريبا يحتلوا معظم المناطق الأساسية في قطاع غزة ومضرورة لن يكون هناك صفقة إلا من خلال إطار سياسي أو صفقة سياسية طيب عندما أيضا يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالنت ويقول بأن إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في غزة وهي الآن منفتحة ربما لمناقشة كل البدائل أو الخيارات لمستقبل غزة ليما أيضا الحديث عن مستقبل غزة من جديد في هذا التوقيت تحديدا وما البدائل التي يقصدها جالنت؟ شوفيه هنا يقولوني لأيضا يتواصل بقصريحاتك لأخصصا أن الفقيمة الإسرائيلية اليوم عقبت الحق ليست موحدة ضمن الرؤية السياسية كما تحدثت مراسلتكم نيتنيه هو أنه يحقق إنجازات حتى يستمر في منصبه قال أنت موابط أيضا للإستقالة لأن الإخطاق الأساسي له في 7 أكتوبر هو إختار للجيش جانس يعتقد أنه هو المرشح السبسي والشعبي لأي انتخابات تصريحات ليست متناسقة ما بين نتنياهو و جانس و جانت ولا ممكن من طبيعي إسرائيل لن تستطيع أن تستمر في اقتلال قطاع غزة من الطبيعي لأن حتى المصدفة أنها دمرت قطاع غزة هي دمرت قطاع غزة نضمن تنظم البنية المدنية والبنية التكتية لأي كيام سياسي لكن المقاومة صعبة تتهي بين يوم و ليلة هم يدركون عن أفراج المقاومة إذن دكتور عند هذه النقطة كيف نفسر تصريحات نتنياهو السابقة التي يطالب فيها حماس بالاستسلام ويقول ربما لرجالها لا تدافع عن يحيى السنوار ويجب أن تستسلموا في دليل منه على أنه ربما هذه المقاومة أو حركة حماس قد أنهكت وقد حان الوقت إلى الاستسلام اليوم يرجع ونتحدث عن صفقة أو هدنة جديدة أيضا ما سر هذا التناقض في تصريحات نتنياهو نتنياهو إجمالا رئيس وزراء كاذب حتى الإسرائيليين يتهمونه بالكذب تصريحات ومعظمها غير متصقة هو أيضا تحدث عن مدى من سحاب إسرائيل بعد احتلال غزة ويجب ضمان ترتبات أمنية ثم عاد وقال لا نية لنا بالاستمرار ثم عاد وقال أنه يجب استسلام حماس الوقوق بكلابه لكن فيه ضغط على حماس للاستسلام الاستسلام في السياسة صعبة جدا الفكرة المعروضة بصفقة نعم تحضر تسريبات أنه قيادات حماس تذهب إلى الجزائر تقابل ضمان أن تكون حماس خالية وعناصر حماس غير مسلحة وأن تنخرط في النظام السياسي تحضر تسريبات أنه مدة بقاء أنه مدة بقاء القوات الإسرائيلية في غزة لنت تتعدى ست شهور بعد انتهاء العدوان هناك تسريبات أيضا هذه أقواها أيضا أنه ترتبات مية مصرية عربية تكون موجودة في المنطقة تستطيع أن تضبط الأمن والإيقاح حتى تحدث انتخابات ويتم إعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى لأنه لا يمكن إعادة إعمار القطاع بدون سلطة سياسية موجودة بدون توافر الأمن كل هذا يتم بحسوب في القاهرة وفي قطر وفي الرياض ومن الضروري أن صفقة تبادل الأسرة سوف تتضمن هذه العناصر لا يمكن أن تكون صفقة تبادل الأسرة بين حماس وإسرائيل بدون أن تكون هناك صيغة سياسية لما بعد انتهاء العدوان لأنه من غير الطبيعي أن يتم الإفراج على الأسرة وتستمر إسرائيل باحتلالها لقطاع غزة ووصول قوتها إلى مدينة رفع هذا عملية غير مددية من رغم الله دكتور رمزي عودة مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي شكرا جزيلا لك على هذه الرؤية شكرا جزيلا لك على المدينة رفع